السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أمميون لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل اللي بيتواصل معي وبشترك معي في القناة يريد تتواصلوا معي أكتر وتشتركوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى هيوصلكم كل جديد بأمر اللي هي تعالى النهاردة حباب قلبي هنتكلم عن رؤية الحزاء في المنام وعلى ما تدل رؤية الحزاء في المنام ده اللي إن شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة وكمان هنتعرف عن ألوان الحزاء في المنام تعالوا نشوف أو نستمع للفيديو ونشوف هيقول إيه النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو بتانا نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية الحزاء في المنام كتير من السيدات ومن البنات بيحلموا أو بيشوفوا رؤية أن هم لابسين حزاء طب على ما تدل رؤية الحزاء الفطفاض الواسع الديق الجميل اللي شكله حلو اللي شكله قبيح بتدل على إيه رؤية الحزاء هنا أحيانا هنا بتدل على الحالة الاجتماعية للمرأة يعني بالنسبة للمرأة المتزوجة لما نشوف مثلا أن هي بتشوف نفسها أن هي لابسة حزاء جميل جدا وجاي على مقاسها وشكله حلو جدا ده دليل بالنسبة للمرأة المتزوجة ده دليل على المعيشة معيشتها معتدلة وجميلة وأن حالها متيسر وأن أولادها وزوجها وهي في هدوء وبيكملوا رسالتهم وحياتهم الاجتماعية في هدوء وبدون مشاكل ولو في مشاكل بتتحل بأبسط الأمور والله أعلى وأعلى طب بالنسبة للمرأة اللي بتشوف أن هي لها لابسة حزاء جميل وشكله حلو وجلده حلو ومستشعر أن هو جلده ده جلد طبيعي وكويس بس فيه عيب فيه هنا عيب مقطعة منه حتة صغيرة بس كله حلو شكله حلو وجميل وبتحاول أن هي تصلح العيب اللي فيه الحزاء بتاعتها ده دليل هنا على أن هنا ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم جميعا بس هنا بتدل الرؤية على أن الزوج فيه رجل كويس ومتيسر الحل لكن بيوجد به عيب وهنا الزوجة مش قادرة تصلح العيب اللي موجود في زوجها لأن هنا مهما بتحاول أن هي بتصلحه يعني معرفتش أن هي تصلح العيب ده ولكن هي موجبة بالحزاء ده هي هنا صبرة على عيشتها مع زوجها وأن هي بتحاول أن هي تصلح أي عيب بيعمله الزوج حتى لو كان العيب ده بيجي على مشاعرها وأحاسسها ولكنها صبرة وعيشة ومستحملة هذا العيب في هذا الرجل بالنسبة للمرأة المتزوجة أو برضك بالنسبة للرجل يعني التفسير هنا للرجل وللمرأة برضك ممكن تكون الزوجة فيها عيب هو شاف نفسه لابس حزاء شكله جميل وعيل لكن ممكن يلاقي فيه عيب وممكن تكون مشكلة في عمله بيحاول بإصلاحها وبيكون بإصلاحها يعني هنا الرؤية للزوج وللزوجة طب تعالوا معي كده نشوف الحزاء بالنسبة للبنت العزباء بيدل على إيه هنا بالنسبة للبنت العزباء لو البنت العزباء شايفت نفسها إن هي لابسة حزاء جميل ومرتاحة فيه وشكله حلو ده دليل على قدوم عريس أو زوج مناسب لها ومناسب لأخلاقها ومناسب للصفات اللي هي كانت نفسها تلاقي فيه العريس ده طيب بالنسبة لرؤية الحزاء الجلد بصفة عامة بقى هنا بالنسبة لرؤية الحزاء الجلد ده بيدل على الغناء يعني إن الإنسان إن شاء الله بإذن الله تعالى بيدل على قدوم مال هيخلي المستوى الاجتماعي للرؤي إن هنا حالته الاجتماعية تبقى فيها غنى واعتزاز بحالته الاجتماعية ربنا هيزيده من رزقه خير بأمر الله تعالى وإن حالته الاجتماعية تبقى حالة جيدة جدا طيب بالنسبة للرؤي إن هو استشعر وهنا الكلام بصفة عامة هنا الكلام بصفة عامة للكل جماعة هنا الكلام بصفة عامة للكل طيب بالنسبة للحزاء الصنوعي يعني أنا استشعرت في المنام بتاعي إن الحزاء هنا صنوعي بيدل على إيه؟ ده بيدل على العلاقة المزيفة اللي بينك وبين أحد المقربين إليك إن انتو بتكلموا بعض بطريقة مزيفة يعني كل واحد بيتكلم الشخص الآخر بقى هو ممكن يكون ليه حد شخص مقرب بتكلمه بطريقة مزيفة طيب بالنسبة لرؤية الحزاء اللي هو التزحلك لو الحزاء التزحلك هنا كان ليه كعب وكعبه كبير ده بيدل على إن هو هيجيله مال كسير وفير بدون تعب أو مشقة طيب لو لقى إن الحزاء بدون كعب ده دليل على المال بس هيجي بعد تعب ومشقة ده بالنسبة لرؤية الحزاء الجليدي طيب بالنسبة لرؤية الحزاء لو ما كانش مثلا المرأة هنا شافت نفسها إن هي لابسة حزاء بس جميل جدا ومرتحف فيه أنا قلت قبل كده إن ممكن تكون حياتها الاجتماعية وممكن برضك يدل على العمل إن هي مرتحف في العمل أو قدوم إن شاء الله بإذن الله وظيفة لها أو للرجل برضك إن هو شاف نفسه إن لابس حزاء مناسب وجميل وحب ممكن يدل على الحالة الاجتماعية بتاعته إن هي مستقرة وممكن كمان يدل على قدوم عمل أو وظيفة أو تجارة رابحة بأمر الله تعالى طيب بالنسبة هنا لرؤية شراء الحزاء في المنام يعني أنا رايحة أقدم على شراء حزاء في المنام ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على دخولي إن أنا هقيم مشروع أو بفكر في حاجة نفسي إن أنا حققها وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنا بالنسبة للرؤية هيكون هيحاول إن هو يحقق الحلم بتاعه ده لو هو قادم على شراء إيه؟ 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 طيب بالنسبة للرؤية لو واحد شايف نفسه إن هو بيربط الحزاء بتاعه بس بيربط القدمين يعني الحزاء إيه؟ ربط شايف نفسه إن هو ربط الحزاء بتاعه في إيه؟ في القدمين ده دليل بأمر الله تعالى إن هو سوف يقيم مشروع مع شريك ليه؟ هنا بقى هيقيم مشروع أو هيقيم مع عمل مع شريك ليه؟ وهنا إن شاء الله بإذن الله ربنا هيديهم الرزق الوفير الكثير اللي مليء بالخير اللي مليء بالخير بأمر الله تعالى طيب هنا لو شاف الرأي إن هو بيربط فردة واحدة بس من الحزاء هنا بيدل على اختلافات بقى بينه وبين شريكه في العمل بتاعهم هيقوم خلافات بينهم وبين بعضهم مع شريكه ده لو كان بيربط فردة واحدة من الحزاء بتاعه طيب بالنسبة لرؤية الحزاء الزجاجي يعني أنا لو مثلا حد شاف نفسه إن هو يعني بيلابس حزاء حزاء الزجاجي والحزاء الزجاجي هنا طبعا يدل كده على إن صاحب الرؤية يقول ولا يفعل ما يقول ده بالنسبة لرؤية الحزاء الزجاجي طب تعالوا بقى نخش على ألوان الحزاء الألوان بالنسبة للأحزاء بتدل على إيه؟ أول حاجة معنا اللون الأسود اللون الأسود بالنسبة للرجل والمرأة بيدل على الغنى يبقى اللون الأسود بيدل على الغنى وأن الأمور المادية أمور مستقرة ده بالنسبة لللون الأسود طب رؤية الحزاء بالألوان كلها يعني ملون بالألوان كلها لو كانت امرأة فهي يعني هي إنسانة ملونة في طبعها ملونة في طبعها كله بتتصرف بيه بكل الألوان بتتعامل مع كل الشخصيات وبتتعامل مع كل الألوان في تعاملها مع الناس طب بالنسبة للحزاء الأصفر الحزاء الأصفر هنا بيدل على المرض الحزاء الأحمر بيدل على السعادة بأمر اللي هي تعالى بالنسبة للحزاء الأخضر بيدل على البركة والرزق اللي إن شاء الله بإذن الله هيحيط بالرأي وهتنعم بيه الأسرة كلها يعني وهيبقى فيه حب وترابط ما بين الأسرة كلها ده بالنسبة للحزاء الأخضر بالنسبة للحزاء اللامع بيدل على الفتنة يبقى أديت لكم مدلول بالنسبة للألوان بتاعة الحزاء طيب رؤية الحزاء بقى هنا لو أنا بقيس الحزاء بقى يعني لو أنا بقى بقيس الحزاء بالصفة برضك عامة لو أنا بقيس الحزاء بيدل على ممكن الإنسان هيقدم على شيء هو يريد تحقيقه عمل تجارة أي حاجة أي حاجة الإنسان أو المرأة أو الرجل قادم على شيء نفسه يحققه وهو حلم أنه هو بقيس الحزاء بتاعه ده طيب بالنسبة بقى هنا لو برضك البنت العزباء شافت أن هي بتقيس حزاء شكله حلم قلنا أنه هو بيبقى عريس قادم إليها بأمر الله تعالى وهيبقى إنسان مناسب له ده أنا قلتها قبل كده طيب لو رؤيت بقى هنا الحزاء ضيق الحزاء ضيق بيدل على إيه يعني أنا لبست حزاء بس الحزاء هنا ضيق ده دليل ممكن يكون الإنسان هيسيبه من بعض المشاكل اللي هتبقى مضيقاه ومخلياه إنه هو مش قادر إنه هو يحل هذه المشاكل فهيبقى الإنسان في الوقت ده هيحص بالضيق وبالهم من ناحية هذه المشكلة ده لو الرأي شاف نفسه إنه هو لابس حزاء ضيق أو إنه هو ممكن بردك بيتعامل مع أشخاص مش من نفس البيئة اللي هو بيتعامل معهم بيها يعني أشخاص مش عارف يتكيف معهم في أمرهم فبيبقى مضايق ومخلوق بردك إنه هو مش عارف يتعامل مع زي الأشخاص اللي ممكن تكون زيه مش من بيئة طب الإنسان لو هنا بقى اشترى حزاء ممكن يكون بيدل على بيدل على على السعادة الخير أي حد بقى بصفة عامة بأي حد فينا بصفة عامة للرجل ولا المرأة بيدل على السعادة الربح روحة البال ده كلها بمادولات بالنسبة لشراء الحزاء طيب لو شفت في رؤيتك إن أنت بتتعامل أو بتشتري حزاء أطفال شفت في المنام إن أنت بتشتري حزاء للأطفال ده بيدل إن أنت بتتعامل مع أشخاص أصحاب فطرة وناس نيتهم جميلة وسليمة وصفية ده لو أنت بتشتري الحزاء بتاع الأطفال قلت قبل كده بردك في تصليح الحزاء لو أنت بقى صلحت الحزاء بتاعك سواء للمرجل أو للمرأة أنا تكلمت لو أنت مش عارف بالنسبة للرجل والمرأة لو أنت مش عارف تصلح الحزاء ممكن تكون في بعض الأمور في حياة الرجل أو المرأة مش عارف تصلح ما بينها أو أن هي مش عارفة الزوجة تصلحها أو الزوج مش عارف تصلح طب لو الزوج بقى أو الزوجة الرأم إن هو أصلح الأمور أو أصلح الحزاء بتاعه ده تصليح للأمور الشخصية اللي هو كان فيها أو الأمر للإنسان أو العيب اللي كان في الإنسان ده وتصلح أو ممكن تكون كانت فيه مشكلة قائمة وبردك المشكلة دي بتصلحت بأمر اللي هي تعالى ده بالنسبة لرؤيتنا للحزاء وهو بيتصلح طيب لو شفت بقى النعل النعل بس بتاعي الحزاء بالنسبة للمرأة المتزوجة والرجل المتزوج ده بيدل على حسن المعاملة اللي ما بين الزوج والزوجة فيه شؤون بيتهم في الترابط الأسري اللي هو ما بينهم هما الاتنين ده لو أنا شايف نعل خالص من غير الوجهة بتاعت الحزاء من فوق ده بقى دليل على إن الزوج والزوجة هنا يعني بيحترموا بعض وبيتعاملوا مع بعض بيدروا شؤون بيتهم هما الاتنين بحكمة وبعقل بأمر الله تعالى طيب النهاردة وكمان معانا يعني سرقة الحزاء لو شاف الرأي أو الزوجة أو الزوج فيه حزاء تسرق منه ده بيدل على إن فيه خيانة فيه خيانة طب لو أو فيه مشكلة أو فيه مشكلة بين يعني ده تفسير وده تفسير ممكن يقيم مشكلة بين الزوج والزوجة وإن الزوجة أو الزوج بيرفض إن هو عايزين يعني الإنفصال ما بينهم وما بين بعضهم ده لو حصل سرقة الحزاء بالنسبة للرأي إن كانت امرأة أو الرجل متزوج وممكن تكون فيه مشكلة والمشكلة دي قائمة ما بينهم وهيحصل الطلاق والله أعلم طب لو الحزاء يعني الرأي شاف نفسه إن هو تسرق منه الحزاء وارجع له تاني ده دليل على إن المشكلة هتتحل وهيرجعه لبعض تاني والله أعلى وأعلم طيب بالنسبة لرؤية الحزاء البلاستيك بالنسبة لرؤية الحزاء البلاستيك الرؤية هنا رؤية محمودة وجميلة ولو الرؤية للمرأة الحاملة إن هي شافت إن هي لبسة حزاء بلاستيك ده دليل على إن شاء الله بإذن الله الحمل بتاعها هيتم بسلام بأمر الله وبيدل كمان على إن هي بتهتم بحملها وإن هي متابعة لحملها بطريقة جيدة بأمر الله ده بالنسبة لرؤية الحزاء البلاستيك للمرأة الحامل طب بالنسبة لرؤية الحزاء للمرأة الحامل اللي هو الحزاء الزجاجي ده يدل على إن هي إن شاء الله تلد مولود والمولود هيكون أنسة لو المرأة برضك الحامل رأي تنسها إن هي لبسة حزاء من حديد ويا جماعة أنا قلت إن إحنا بناس تشعر في المنام إن أنا بأكل إن أنا بشرب إن أنا لابس حزاء زجاجي إن أنا لابس حزاء حديدي ده استشعرات مني وأنا في المنام ده بيدل على إن المرأة سوف تلد مولود والمولود هيكون ذكر بأمر الله تعالى الحزاء اللي لونه فضي ده بيدل على إن المولود هيكون عالم يعني ما شاء الله كده إن لو الحزاء كان فضي لونه فضي عشان أنا لسه ما كنتش كملت بقية الألوان لو الحزاء كان لونه فضي ده دليل على إن المولود ليها هيكون نبغة وهيكون في العلم عنده علمه وعنده طفرة كبيرة جدا في علمه وإن الناس هتتحدث عنه ممكن يوصل إن هو يبقى عالم بالنسبة لرؤية الحزاء الفضي بالنسبة لرؤية الحزاء الزهبي المرأة اللي هتشوف نفسها إن هي لبسها حزاء زهبي دي هتلد أكتر من مرة يعني سوف تلد أكثر من مرة دي كانت رؤية مفصلة شملة بالنسبة لرؤية الحزاء في المنام كنت بحاول إن أنا ألمي لكم كل اللي أنتوا نفسوكوا تعرفوه عن الحزاء في المنام بشكركم على حسن أتواصل معايا وتشترك معايا في القناة بشكركم جدا جدا كل حبيب اللي بشكر كل الناس اللي هتبتدي تشترك معايا ياريت حضراتكم تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله يوصلكم كل جديد وكمان كل اللي عنده حلمه ونفسه إنه هو يفسره يقولهولي في التعليقات وإن شاء الله بإذن الله هرد عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة حبيب قلبي هنتكلم عن رؤية الجزر في المنام وعلى ما تدل رؤية الجزر في المنام بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كالمعتاد تعالوا نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة رؤية الجزر رؤية الجزر أحيانا رؤية الجزر دي بتدي على تفسيرين يعني ممكن رؤية الجزر أحيانا تبقى لصاحب الرؤية محمودة وأحيانا بتبقى غير محمودة بس هي معظم رؤية الجزر رؤية محمودة بأمر الله تعالى طيب هنفصل ايه هي الرؤية اللي بيجي فيها رؤية الجزر رؤية محمودة أمتى وبتبقى غير محمودة أمتى تعالوا نتابعوا في الفيديو بتاعنا بأمر الله تعالى هنتابع ونشوف رؤية الجزر بتقول ايه بالنسبة لرؤية الجزر رؤية الجزر بتدل علي القوة والهيبة وبتدل علي الرزق وبتدل علي المناسبة السعيدة وبتدل علي الفرق وبتدل علي تسير الأمور للرأي وبيتدل على الرزق والمال الكثير بأمر اللي هي تعالى أحيانا رؤية الجزر أحيانا رؤية الجزر بتدل على الإنسان سيء الخلق يعني ممكن يكون الرؤي بقى هنا ده إنسان سيء الخلق والله أعلى وأعلم بس في معظم الأمور أو في معظم الأحلام أو في معظم الرؤيات بتبقى المدلولات على اللي أنا قلتها في الأول خلص طب امتلاك الجزر يعني أنا لو شفت إن أنا بامتلك الجزر ده بيدل على إيه بيدل هنا لو أنا شفت نفسي إن أنا بامتلك الجزر يعني ماسك الجزر في إيدي وبامتلكه إن الجزر ده بتاعي أنا أنا ماسكهه في إيدي ده دليل على أن ممكن يحصل مشاكل أو محن للرؤي أو بعض الشر اللي ممكن يجيله من الناس الآخرين يبقى هنا الرؤي ياخد باله من هذه الرؤية لأن الرؤية هنا بتبقى فيها بعض التحذرات اللي طب بالنسبة لرؤية الجزر بس أنا مش لمسه يعني أنا شايف إن معي جزر بس ما لمستهوش ومسكه بعيد عن إيدي خالص ما مش مسكه أنا مش مسك الجزر بس أنا شايف إن الجزر دوت بتاعي أي نعم لكن أنا مش مسكه بقى غير الرؤية تماما اللي هي إن هو ماسك الجزر أو ممتلك الجزر ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على تحسن الأوضاع بالنسبة للرؤي يعني الرؤي هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى الأوضاع بتاعته سوف تتحسن بأمر الله تعالى طيب بالنسبة لأن الرؤي لو شاف نفسه إن هو بيطهو الجزر أو بيطبخ الجزر ده دليل على إيه؟ ده دليل بأمر الله تعالى على علو شأن الرؤي يعني الرؤي هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى هيعلو شأنه أنا بتكلم هنا بصفة عامة للجميع للمرأة للرجل للبنت العزباء للشاب الأعزب هنا الرسالة موجهة للجميع طيب تناول الجزر اللي مطهو بيدل على إيه؟ ده بيدل قلنا على إن هو يعلو شأنه ويرتفع في مكانة عالية وينول كمان غز وخير فيه بركة بأمر الله تعالى ده بالنسبة لتناول أو إن هو بيتناول الجزر أو بيتهو الجزر أو بيتبخه طيب تناول الجزر نيا يعني هو بقى شايف نفسه إن هو بيأكل الجزر بس إن هو ناي بقى بيأكله أكل الجزر ناي بيدل على إيه؟ هنا بيدل على الصعوبات والعقبات اللي ممكن يشوفها الرؤي في الفترة القادمة ليه وكمان ممكن يحصل على مال بس بعد مشقة وتعب لإن إحنا عارفين إن الجزر حتى في الطبيعي إنسان لما بيجي يأكل الجزر الجزر دوه بيبقى برعا جزر ناشف فالقطم بتاع الجزر بيبقى قطمته ناشفة فمع ذلك إن إنت لما تشوف نفسك إن إنت بتاكل الجزر ناي في المنام ده بيدل على الصعوبات اللي إنت بيتواجهها وإنك ممكن تحصل على مال بس بعد مشقة وتعب طيب بالنسبة لو إنت شفت نفسك شايل بقى جزر بس على كتافك يعني حامل الجزر وماشي بيشايله شايل مثلا كمية من الجزر حطيته على كتافك ده بتدل على إيه؟ ده بتدل على المشاكل المالية اللي إنت بتواجهك أثناء الفترة اللي إنت شفت فيها الرؤية يعني إنت هتواجه بعض المشاكل والصعوبات المالية هنا بقى بقولك المالية اللي إنت بتشوفها في الفترة دي فاخد بالك من هذه الرؤية أو كمان بتتحمل المسئولية وإنت عندك مسئولية صعبة فإنت بتتحمل هذه المسئولية طيب هنقول بقى الألوان بتاعة الجزر لون الجزر أو الألوان بتاعة الجزر يعني أنا لو شفت لونه أخضر أو لونه أصفر أو لونه أبيض ده بيدل على إيه؟ بالنسبة أول حاجة معي للون الأخضر لو أنت شفت الجزر لونه أخضر في الحلم أو في المنام بتاعك ده بيدل ممكن والله أعلى وأعلم عن الفراق بينك وبين زوجتك أو الطلاق يحدث طلاق بينك وبين زوجتك أو ممكن يحدث أن أنت تتخاصم مع أحد من الأشخاص يعني يحصل معك خصومة مع أحد من الأشخاص اللي مقربين لك ده بالنسبة لرؤية الجزر الأخضر في المنام طب لو كان لون الجزر اللون الطبيعي عادي اللي أنا بشوفه عادي اللون اللي هو البرتقاني ده شوية اللي هو اللون الجزر الطبيعي العادي خالص ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على الخيرات والتيسير في أمورك في الفترة القادمة إليك يبقى لون الجزر هنا أنا شايفها لونها طبيعي ده بيدل على الخيرات والتيسيرات لك في الأمور في الفترة القادمة لك بأمر الله تعالى وكمان ممكن يكون فيه ارتباط لغير المتزوجين يعني للبنت العزباء ممكن تتزوج أو يجي لها عريس يتقدم لها أو للشاب الأعزم ممكن يتزوج من بنت جميلة بأمر الله تعالى طيب بالنسبة للجزر بس كان لونه أصفر ده بيدل على إيه؟ إحنا قلنا دايماً معظم الرؤى للون الأصفر بتبقى بتدل على المرأة يبقى هنا ممكن اللون الأصفر يدل على المرض والله أعلى وأعلى طيب بالنسبة للجزر لو كان لونه أبيض بيدل على إيه؟ ده بيدل بأمر الله على النجاحات أنت إنسان هتكون نجحية في عملك يفي دراستك يفي وظيفتك وكمان بيدل على الخير والرزق والبركة في المال بأمر الله تعالى ده لو كان لون الجزر كان لونه أبيض تقطيع الجزر أنا شفت إن أنا بقطع الجزر تقطيع الجزر في الحلم أو في المنام بيدل بالنسبة للرأي على الرغبة في الإنجاب يعني ممكن تكون امرأة نفسها إن هي تخلف ونفسها إن هي ربنا يكرمها وتونجب وأحياناً بيدل على صعوبات مالية بواجهها الرأي يعني ممكن يدي للمعين النهيين دول أو للتفسيرين دول يبقى رؤية الجزر بتدل تقطيع الجزر بتدل على الصعوبات المالية أو الرغبة في الإنجاب تب تناول الجزر المطهو مع الطعام يعني أنا شفت إن الجزر بيتطبخ بس مع أي طعام أي حاجة من الأطعمة يعني اختلط الأمر مع الجزر مع مثلاً البطاطس اخترط الامر الجزر مع البسلة اخترط الامر الجزر مع فاصوليا اخترط الامر الجزر مع اي حاجة من الاطعمة اللي احنا بنتناولها هيكون ايه دوت ده ان الرأي هنا بيتعرض للغش والغدر اسفا بيتعرض للغش والغدر يعني هو هنا فيه ناس هتخضر به او فيه ناس بتغشه يبقى ياخد باله لما يشوف الرؤية دية ان الجزر بيشوفه ان هو بيطه مع اي طعام من الاطعمة ياخد باله الرؤية هنا لان فيه تحذير ليه بامر الله تعالى والله اعلى واعلم طب بالنسبة لعصير الجزر في الحلم احنا طبعا قلنا ان كل العصاير وفيه فيديو كامل عن العصاير في المنام عصير الجزر في الحلم او في المنام بتدل على ايه عصير الجزر لو الانسان دوت كان انسان فقير ان شاء الله باذن الله هيغنى بامر الله تعالى يعني الانسان ده لو هو انسان فقير ما عندهوش مال او اي حاجة ان شاء الله باذن الله تعالى سوف يغنى هذا الرؤي والفرق بعد الضيق والشفاء بعد المرض يعني رؤية عصير الجزر من الرؤية المحمودة بامر الله تعالى طب لو انا شفت ان انا ماسك الجزر وبوزع الجزر توزيع الجزر هنا في المنام انا شايف نفسي معايا كمية الجزر وبوزع الجزر والجزر هنا كان سليم ده بيدل على ايه ده بيدل على الخير والرزء الوفير بالنسبة للرؤي يعني الرؤي دوت باذن الله تعالى ربنا هيكرمه بخير وفير ورزء كبير وكمان هيساعد به الناس بامر الله تعالى بالنسبة لرؤية الجزر الفاسد طبعا احنا عارفين ان احنا لما نشوف الجزر فاسد او اي حاجة فاسدة في المنام بالنسبة للفواكب بالنسبة لك طبعا ده قلنا ان هي بتدل على المرض والله اعلى واعلم تأشير الجزر بيدل على ايه تأشير الجزر هنا بيدل على الخصومات والشجار بينك وبين بعض الناس المحيطة اليك ممكن يكون حد من اقاربك ممكن يكونوا اولادك ممكن يكونوا اصدقائك في العمل او جيرانك يعني ممكن تحصل مشكلة بينك وبين اي حد من هؤلاء اللي انا ايه ذكرتهم والله اعلى واعلم طيب بالنسبة لاخر حاجة معي وهي رؤية الجزر الغير ناضج يعني الجزر مش مستوي لسه مستويش انا شفته بس واستشعرت بيه في المنام ان الجزر هنا لسه مستويش ده بيدل على ايه ده بيدل على الخسارة المادية يعني ان انت هتفقد بعد من الاموال هتخسر بعد من الاموال فهنا تحذير للرأي ياخد باله من الفترة القادمة ليه ان هو لو استشعر ان هو شايف نفسه ماسك الجزر والجزر ده غير ناضج يبقى هيخسر بعد من الاموال اللي عنده والله اعلى واعلم بشكركم جدا على حسن استماعكم لي ويريد نسبة مشتركيني تزيد اكتر ويريد مشاهديني تزيد اكتر عشان باذن الله قناتي تزداد بيكم وتنجح بيكم بامر الله تعالى بشكركم على حسن استماعكم لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم ام ميار لتفسير الاحلام بشكر كل اللي بيتواصل معايا وبشترك معايا في القناة يريد تتواصل معايا اكتر وتشتركوا معايا اكتر عشان باذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بامر الله تعالى النهاردة هنتكلم بامر الله تعالى عن القرد في المنام ورؤية القرد او الارد في المنام بتدل على ايه ده اللي ان شاء الله باذن الله تعالى هنعرفه النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالوا نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسولي بتدل على ايه رؤية الارد في المنام رؤية الارد في المنام بتدينا تحذيرات وبتدينا ان احنا شراط تنبيه ننتبه لاشخاص معينة او احداث ممكن تحصل للانسان في المستقبل ياخد باله او ياخد حذره منها فلازم الانسان هنا ياخد باله من التحذيرات اللي ممكن تحصل له في حياته في شغله في بيته مع اولاده البنت العزباء الشاب الاعزب لازم ناخد باله يا جماعة من الرؤية الارد في المنام لانها بتبقى رؤية تحذيرية لازم ياخد باله الانسان او الرائي هنا لازم ياخد باله من رؤية الارد في المنام بتدل على ايه رؤية الارد في المنام بالنسبة للرجل لو هو شاف رؤيته ان شاف ارد كبير مثلا في المنام رؤية الارد هنا بتدل على ان الانسان ده هيفقد نعمة نعمته يعني ان كان مال اي حاجة حلوة فحياته ممكن يفقدها يفقد نعمة لي ربنا يكون انعم عليه بيها فالانسان ده ياخد باله وياخد باله من تحذيره وبتبقى اوقات كتير جدا جدا بتبقى ممكن عن المال بتبقى يعني الرؤية اكتر حاجة بتبقى هنا الرؤية بتبقى موضحة قوي عن المال او عمل او شركة او اي حاجة ربنا يكون انعم عليه بيها وانه ربنا فتح عليه بيها وهو هنا الرجل ممكن يفتقدها ويفتقد النعمة اللي هو كان فيها ممكن يصبح محروم من حاجة كان بيحبها ياخد باله ان عندنا حذر يا جماعة من الموضوع ده الارد بالنسبة للرجل في المنام برضك بيدينا تفسير تاني انه ممكن يكون قليل الحيلة قليل الحيلة يعني ممكن يكون ان قدمك شخص قليل الحيلة يعني الرؤية هنا ممكن تدينا معنين او تفسير لمعنين يكون انسان قليل الحيلة يعني ممكن يكون الرأي لنفسه عنده ان هو قليل الحيلة بالنسبة للرأي ممكن يشوف ان هو شاف ارض كبير تصرفاته ملغبطة مثلا ده دليل على ان هو قليل الحيلة او لحد شخص تاني ممكن يكون مش للرأي ممكن يكون بمعنى ان هو لحد تاني غيره طيب بالنسبة لو هو ان هو هنا حصل على قرد يعني هو شاف قرد حصل عليه هو مش ترهوش هو مش كبير السن يعني قرد بس مش كبير السن رؤية القرد هنا ان هو مش كبير السن يعني هو لا كبير ولا صغير ده دليل ان هو حصل عليه دليل ان هو هيواجه عدو هيواجه عدو لي فيحذر منه وياخد باله منه لان هو هنا هيواجه عدو لي ده بالنسبة لرؤية الارد لو هو حصل على قرد طيب لو الرؤي برضك هنا انا بنوه للرؤية للرجل والمرأة ممكن المرأة خد بالها الرجل ياخد باله خد بالك والتفسيرات انا بديلك تفسيرات كتير بالنسبة لرؤية القرد طيب لو الرؤي شاف نفسه ان هو راكب او راكب على ظهر القرد لو هو هنا راكب على ظهر القرد سوف يصفر بأعداء يعني هو هنا هينتصر بأعداء وربنا هينصره ان شاء الله بإذن الله وهيجيله نصر من عنده ربنا بأعداء لو هنا كان راكب على ظهر القرد برضك بالنسبة للرؤية لو شاف ان هو ماسك او بيمسك في القرد ماسك فيه او ماشي معاه وماسك بيده او مثلا حطت ايده على كتفه بالنسبة للرؤي لو شاف اذا كانت امرأة او راجل هنا الرؤية برضك غير محمودة لانه ممكن يكون بيرتكب ارتكاب الرأي الرأي بقى لو شاف نفسه ان هو ماسك في القرد بيده او حاطت ايده على كتفه وحضنه ده بيرتكب ارتكاب الكبائر يعني بيعمل شيء في حاجات من الكبائر اللي ربنا اللي ربنا محرمها علي فبردك هنا الرأي ياخد باله وياخد حذره ويتطاق الله عشان من يتطاق الله يجعل لهم مخرجة ويرزقه من حيث لا يعلم ولا احتز ده بالنسبة لو الرأي شاف نفسه ان هو ماشي مع الارد او مسك بيده او حاطت ايده على ظهره او حضنه كده يعني ايه دي كلها بالنسبة رؤية القرد لو الانسان ماشي معاه ياخد باله ان هو بيرتكب هنا المعاصي والكبائر ولا يزو بالله اه طيب لو انا شفت مثلا ان انا باكل الارد اه في بقه يعني هو الانسان هنا بيأكل ارد في بقه حاطت اكل من عنده هو للرأي من عنده هو بيحط الاخل في بقه الارد ده دليل على ان هنا النعمة الطعام اللي عنده هتزول يبقى ان هو بيأكل ارد ان حد شاف عندك نعمة وربنا مديهلك بالنسبة للطعام بالنسبة لأكل ربنا مديلك حاجة خد بالك ان الطعام هنا النعمة اللي عندك هنا هتزول هتفتقر في النعمة اللي انت اكلتها او اديتها له يعني اديت له ورق اديت له اكلته ورقة اكلته اي حاجة هتبقى فيه عندك نعمة العمل نعمة المال الاولاد خد بالك من اولادك خد بالك من المال اللي عندك خد بالك من حياتك الزوجية خد بالك ممكن الانسان الفقر هنا مش في المال بس الفقر في الاولاد الفقر في اي نعمة ربنا دهنة مش خصوصا مش بيبقاش أنا عمع لنا بنعم كتير قوي أنا عمع لنا بالملبس أنا عمع لنا بالطعام أنا عمع لنا بالأولاد أنا عمع لنا بالزوجة أنا عمع لنا ربنا بنعم كتير بتبقى حوالينا مش بيبقى خاصة المال خد بالك هنا لأنك إنت لو أكلته من طعامك هتزور نعمة الطعام من عندك وبعد ما كان ربنا فاتح عليكم يديك في هذه النعمة إنت حد تطلع عليك فيها فحسدك فيها فهتزول هتزول النعمة دي خالص خد بالك من حواليك حواليك او الانسان اللي انت بتحسن اليه ممكن يحسدك فتزول النعمة الحسد ممكن ان الانسان يتحسد في اي حاجة وتزول من عندك بيتقر عليه بيتحسد بيتحقد عليه فبتزول منه النعمة دي والله اعلم واعلم طب لو انا حلمت ان انا بقى بدخل الارد البيت مدخله عندي او دخلته عندي البيت مصاحبه وانا مدخله عندي البيت ده الارد ده صاحبي وجايلي على هيئة ان هو واحد صاحبي انا معرفوش او انا عارفو وتعرفت عليه لو انا معرفوش وتعرفت عليه ودخل عندي البيت او ان انا عارفه بيخش عند البيت خد بالك هنا او خدي بالك هنا لان رؤية القرد هنا ده انسان محتال انسان ماكر انسان لعوب خد بالك هنا ان القرد هنا بيشر لك بتنبيه انه ممكن يكون صديق لك هيحتال محتال نصاب ماكر بيلعب بكل الالوان بيعمل كل الحاجات وانت فكره انه هو انسان كويس ده لو انسان او حد مقرب لك وانت متطمن له قوي خد بالك منه لان الانسان ده انسان بيديك تحذير ربنا بيديلك تحذير هنا وجاب لك الانسان ده على هيئة قرد خد بالك منه خد بالك وهتبص تلاقي كمان شكله الشكل يعني سبحان الله ربنا هيديلك بمدلول ان وشه في شبه من الصادق لك في شبه من الحد اللي هو مقرب اليك فخد بالك منه لان ممكن ربنا هنا بيديلك تحذير وتنبيه للانسان اللي هو شكله جاه على هيئة قرد ليك في المنام او في رؤيتك ليه في المنام والله اعلى واعلم بامر الله تعالى طيب لو انا بقى شفت يعني شفت في المنام ان انا حوالي قرود كتيرة قرود كثيرة جدا يعني شفت القرود كتيرة وكبيرة وكتيرة خد بالك هنا ان عندك شخص انت تعرفه ومقرب بردك اليك ورؤية ان الاشخاص المقربين الينا ممكن يكون من جواهم فيهم حتة الحقد والحسد واحنا مش واخدين بنا بردك ننتبه يا جماعة مش كل الاصدقاء كويسين وبردك مش كل الاصدقاء وحشين انا بنوه هنا ان في ناس ممكن تبقى انت صديق لها لعمر طويل وهي مش جوا من جواها مش نظيفة او جواها حتة ان هو لا انت ممكن تكون فقير بس هو بصص على ان عندك نعمة ان ربنا مديك حاجة فنازل بقى حسد وقر وحرزد وقر عليك رغم ان انت ممكن تكون انسان فقير مش بالشرط ان انت ممكن تكون انسان غني هنا فيه تنبيهات ربنا بيحذرك ربنا بيدي لك تنبيهات كل حاجة ربنا بيدينا فيها تنبيهات وانذارات بس احنا اللي بنبقى مش شايفينها ناخد بنا منها ناخد بنا من الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاهم خصوصا اليومين دول ان فيه ناس كتيرة ابتدت ان هي تظهر بالمظاهر الكويسة والجمال والحلاوة وهي من جوها ناس الله اعلم بيها فجماعة احنا بنتعامل بالنية بس بردك ناخد بالنا من الاشخاص المقربين الينا والبنات تاخد بالها من الخطاب اللي بيقولها تدرس اخلاقه تدرس دينه تاخد بالها انسان كويس صالح في عمل وصالح في دينه صالح اخلاقيا كل الحاجات دي يا بنات لازم بردك ناخد بالنا الرؤية هنا بتبقى رؤية للعام للبنت وللولد وللشاب وللرجل المتزوج وللمرأة المتزوجة ناخد بالنا وناخد بالنا من التحذرات الربنا بيبعت حالنا للناس المتزوجين خصوصا المتزوجين بيبقوا لان بتفرغ الكلام مثلا لو حصلت مشكلة مع زوجتك او حاجة بتروح تقول لأصدقاء في أصدقاء لينا مش بعيد في كل الأصدقاء في أصدقاء كتير جدا ليهم النصائح وبيدلوا أصدقائهم على الخير وبينصحوهم الصديق النصوح ليك هو دوة اللي انت هتقربه ليك اما الصديق اللي هو بيقولك كلام عكس التهدئة انه هو هيهدق يهدق ما بين زوجتك او انت يهدق ما بين زوجتك يقولولكم الكلام الطيب الحلو عن الأزواج والزوجات ان هم يزول بينهم الخلفات دي تبقى أصدقاء كويسة انما اللي بيقولك عكس كده يا دايب انسان عايز يعني يزول النعمة بتاعة البيت عندك عايز يخرب عليك عايز بيتك ما يبقاش عامر بأولادك وبمراتك او بزوجتك وانت نفس الأمر المرأة نفس الأمر أنا بدي هيدا نصائح وارشادات ياريت الناس تتعامل بهم وناخد بنا من الناس اللي حولينا أرجع تاني لرؤية القرود في المنام لو أنا شفت قرود كثيرة جدا ده بتدل على ايه هنا للرؤي بيدل على ان فيه شخص موجود في حياتك وقريب ليك وانه هو كثير العيوب ده بقى هنا مش اشخاص فنوان هنا برضك مدلولات القرد هنا بتبقى اشخاص مقربة هنا ناخد بنا وناخد بنا وتحسرات لنا ان هنا كثير العيوب ان الانسان ده ان انت شفت بتشر الى وجود شخص قريب لك جدا وان الانسان ده مليان عيوب كثير العيوب وان هو يعني بيدار عيوب قدامك ومش عايز تعرف عنه كل هذه العيوب ده ده بيبقى كثير العيوب والمشاكل وانه هو انسان بيدار قدامك لكن هو في الواقع وفي الحقيقة هو ده دي شخصيته وممكن بردك فيه تفسير اخر للرؤية دية لو انا شفت فيه قرود كتير في المنام قدامي ده بيدل على انه هو ممكن يصيبه من الهموم والمشاكل في فترة القادمة ليه يعني ياخد باله من المشاكل الصعبة او الهموم اللي ممكن تصيب الرأي في هذا الوقت بالنسبة بقى للمرأة المتزوجة بردك او الرجل المتزوج لو هنا رأت ان المرأة المتزوجة كان بردك يعني دخول او انه هم بشر مثلا ان انا اشتريت او المرأة المتزوجة جابت او شافت ارد ومصاحبة ارد داخل المنزل او الرجل بردك هنا المتزوج شاف انه هو مصاحب قرد يعني دي بردك تاخدوا بالكم منها دي تفسير بردك اخر بردك يعني شابه جدا للناس اللي هي بتخش لنا ده بيبقى انسان محتال بيخادع اللي في البيت محتال بردك بالنسبة للرجل يعني بيبينالها ان هي قدامها صديقة كويسة جدا وان هي انسان على خلق وعلى دين وبتوعيها قدام زوجها وبتؤمن هنا مشاكل وبردك ممكن يكون صديق للزوج وان الزوج ما امن له فبيقوله على المشكلة فبيتواصل مع الزوجة وبيقولها كلام بردك بيشير للزوج بان هو مش كويس وقدامه بيقول ان هو كويس وانت لا لا مش انت غلطان وكده ده هي بالنسبة للمشاكل اللي بتقوم بين الزوج والزوج ده بيبقى انسان او انسان محتالين في الكلام بتاعهم وان هما فاكرين وهم قدام الناس بيتكلموا باسم الدين وان هما فاكرين نفسهم ظاهريا لكن في الباطن هما ناس محتالين ما بيقولوش الكلام الصحيح وبيتمنوا ان يجي يريد الشر لهذا الانسان للانسان او للزوج او للزوج بيبقوا مخادعين ليهم فبيتمنوا لهم الشر في بيتهم فتاخد بالها الزوج او الزوج ياخدوا بالهم هنا من الناس دي لانها ناس بتبقى محتالة اخر حاجة معنا وهي لو الانسان بالنسبة لرؤية ان الانسان دي الرؤية اللي ممكن نشوفها ونقول عليها رؤية محمودة بالنسبة الرؤية ان الانسان لو بيشتري قرد بس صغير هنا بقى الرؤية الجميلة هنا ان الانسان هنا لو اشترى قرد بس صغير صغير الحجم مش كبير ده بيبقى صغير الحجم ده بيكون ده الانسان ده ان شاء الله بإذن الله سوف يتغلب على اعداءه وان هو هيتغلب على جميع الاعداء ليه وان هو هيصفر بيهم ودي تبقى رؤية طبعا جميلة زي رؤية الركوب على ظهر القرد لو هنا اشترى الارد صغير الحجم صغير الحجم هو هنا هيتغلب على اعداءه او على جميع اعداءه اي حد معادي ليه هو ان شاء الله بإذن الله هيتغلب عليه اخر معلش انا كنت قلت ان هي ده اخر حاجة لكن في حاجة كمان ناخد بالنا من عضة القرد يعني لو حد حلم ان الارد او القرد عضوا في ايديه عضوا في ايديه خد بالك هنا ان هنا ليك اصحاب مقربين اليك كارهين ليك وانت فاكرهم ان هي او ان هي ليهم لكو اصدقاء للمرأة المتزوجة والبنت العزباء والرجل والشاب خد بالك ان هنا انت فاكر ليك اصحاب عضة الارد في الايد او هو عضك في اي حتة في جسمك ده دليل على ان هو ليك صديق كاره ليك مش بيحب لك الخير ابدا وانت انت فاكره ان هو انسان جيد وانه انسان بيحب لك الخير لكن هو عكس كده تماما هو كاره ليك ما بيحب لك شر خير دوت الانسان ده خد بالك منه لان هي معظم معظم او يعتبر كل رؤية القرد هنا في المنام بتدل على ان اصدقاء ناس اصدقاء مش كمان مش يعني اخوات ولا حد من الاقارب معظمها جاية رؤية القرود هنا من الاصدقاء فخد بالك من اصدقائك الموجودين عندك المقربين اليك خد يبالك من الصديقات الي بتخش عندك البيت واخد بالك من اصحابك الشاب ياخد باله من اصحابه الشاب الي هو اصحاب كتير ياخد باله ممكن يكون اي واحد فيهم عدو ليك وكاره ليك وما بيحب لك الخير البنت نفس الحكاية تاخد بالها من صديقاتها مش كل صديقاتها بتتعرف عليهم وبتقول لها اسرارها وبتتكلم معها بعد كده بتتقلب ضدها وتبقى بتتمنالها الشر وهي من جوا هي فاكرها ان هي حبيبتي فاكرها ان هي انسانة كويسة خدوا بالك اولاد من اصدقاء ومش كل الاصدقاء وحشين انا بنوى في الفيديو بتاعي ان مش كل الاصدقاء وحشين انت باستشعرك من جواك بتحس وبتعرف من بعض الصفات او من بعض الحركات اللي بتحصل من الصديق او الصديقة بتحس بها وبتعرف ان هي كانت صفات حسنة او كانت صفات غير طبيعية معاك او ان هي بتسيق اليك بتبان حقده بيبان حسده بيبان بيبان وبتبقى عارف فناخد بالنا وناخد محذوراتنا وربنا يوفق الجميع بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم ام ميور لتفسير الاحلام بشكر كل اللي بيتواصل معايا وبشترك معايا في القناة يريد تتواصله معايا اكتر وتشتركوا معايا اكتر عشان لكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة حبيب قلبي هنتكلم عن الورد في المنام على ما تدل رؤية الورد في المنام ده اللي ان شاء الله بإذن الله تعالى هنعرفه النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كالمعتاد نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله رؤية الورد بتدل على ايه رؤية الورد او هنا رؤية الورد محمودة او كريهة بالنسبة لنا احنا هنشوف رؤية الورد في المنام فيه رؤية جميلة جدا وفيه رؤية غير محمودة ده اللي ان شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة بالنسبة للمرأة المتزوجة والمرأة الحامل للرجل للبنت العزباء للشاب ده ان شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة بالنسبة لرؤية الورد في المنام اولا رؤية الورد بتدل على المحبة والعلاقة الطيبة بين الرجل والمرأة الترابط كل ده بالنسبة لرؤية الورد بصفة عامة بصفة عامة الورد شكله جميل جدا فيه الحياة بتاعتنا فيه الحياة الأقلية بتاعتنا لما بنشوف الورد بنسبح كده بحمد الله بنشكر الله على رؤية الورد الجميلة في الدنيا لينا في اليقظة بتاعتنا ان الورد بتبقى ريحته حلوة وجميلة ما بالك احنا ما بنشوف الورد في المنام الورد في المنام هنا قلت قبل كده ان هو بيدل على المحبة والعلاقة الطيبة والترابط بين الطرفين بأمر الله تعالى بين الرجل والمرأة او بين الرجل وزوجته بيدوت لو زوج او زوجة شاف نفسه ان هو عنده مجموعة من الورد موجودة عنده في البيت او المرأة بردك او شافت ان هي عندها مجموعة من الورد وشافتهم موجودة عندها بوكي ورد كده محطوط عندها في البيت ده دليل على المحبة والترابط اللي بينهم او لو كان في مشاكل زوجية ما بينهم هم اللي اتنين ان شاء الله بإذن الله هتزول هذه المشاكل وهتزول الخلافات اللي بينهم واللي بيمروا بها هم اللي اتنين يعني هنا رؤية الورد للرجل والمرأة المتزوجين يأزوال مشاكل وهمون واحزان كانت ما بينهم او الترابط القوي بينهم والعلاقة الطيبة والمحبة بينهم هم اللي اتنين بالنسبة للرجل او المرأة او الرجل وزوجتها طيب بالنسبة للبنت العزبة لو شافت ان هي عندها ورد في الغرفة بتاعتها او في المنزل او في البيت او هي مسكة مجموعة من الورد ده دليل على اقتراب زواجها او ان هي هيجي لها زوج او عريس او ان هي هيقترب زواجها من شخص ميسور الحال ومسطور الحال برضك يعني هنا رجل مسطور او رجل ميسور الحال ستتزوج من هذا الرجل بامر الله تعالى طب رؤية الورد برضك هنا ممكن رجل بيحلم ان هو ماسك بوكي ورد او مجموعة من الورد الوانها مختلفة الالوان هنا مختلفة مجموعة من الورد بس الالوان مختلفة ده بالنسبة للرجل ممكن يكون مال ممكن يكون مال جايله رزق جايله او يرتفع في منصب لي في حياته يعني ممكن يكون لو هو بيعمل في شركات في وظائف في تجارة هيرتفع ويعلى شأنه ده بالنسبة للرجل او بردك ممكن يكون عنده يجيله مجموعة من يجيله اولاد ربنا يستبشروا ويبشروا بانه يجيلوا اولاد والاولاد دول هيكون عندهم حصن الاخلاق بأمر لا تعالى رؤية الورد يا جماعة رؤية جميلة جدا ده يعني بتدل على بين الزوج والزوجة او البنت او الخطيب وخطيبته ده رؤيته ليهم بتبقى رؤية محمودة بيتدل على الاخلاص والحب والوفاء بين الزوج وزوجته او الخطيب والخطيبة ربنا يا رب يهدي ويصلح حال اولادنا وحال ازواجنا جميعا يا رب العالمين طب لو انا بقى شفت ان شخص اهداني ورد يعني شخص من اقاربي انا عرفاه حد من اقاربي اهداني ورد اهداني مكيه ورد او اهداني ورد ده دليل على الترابط وبين بين الانسان دوت وبينه في سلة الرحم وهنا هيكون الهدوء بينهم وبين بعضيهم في سلة الرحم وارتبط باهم ايا كان بقى كان اخ كان زوج اه كان اخت اي حد من اهلي يعطاني الوارد ده دليل على الترابط بيننا وبين بعضينا في سلة الرحم واني مش بامر الله تعالى مش هيكون بينهم وبين بعض مشاكل في الفترة اللي هو اقل الفترة اللي هو حلم فيها ان هو بيهدى او حد بيهديله او بيهديه ورد ده وانا هنا شفت شفت بلتقط الورد رجل شاف انه هو بيلتقط الورد ده دليل على انه هو هيقبل امرأة جميلة ده بالنسبة لرؤية التقاط الورد طيب اما بالنسبة لو انا شفت شاب او امرأة او رجل شاف انه هو مثلا شاب بيعطي ورد او بيهديه ورد بس الشاب ده هو ما يعرفوش او هي ما تعرفوش ده بيدل على ايه ده بيدل على ان فيه عدو ليك بيكون بينك وبين عهد بس هو مش هيداوم على العهد ده لانه هو عدو ليك فاحذر من الرؤية ديت هنا فيه تحذير ليك ان كنت مشارك صديق ليك او اي حد قريب ليك احذر منه هنا لان هنا هيكون فيه عهد ما بينك وبينه وهو هيخلف العهد ده فاحذر من هذا الشاب او احذر من القريب ليك ان انتو فيه عهد ما بينكم او سر ما بينكم او اي حاجة او تجارة او عمل هو مش هيدوم معك فيه لان هو اساسا عاد ليك وهو هيقطع او مش هيدوم على العهد اللي بينك وبينه فاحذر برضك من هذه الرؤية طب لو هنا رجل شاف نفسه ان هو على على رأسه كليل من الورد يعني محتوط كده مجموعة ورود بس محتوطة على رأسه هنا الرؤية جماعة رؤية بتبقى طبعا غير محمودة ناخد بالنا من النقطة الوردة على الرأس هنا غير محمودة لان هنا الرجل او المرأة الرجل او المرأة هنا الرجل او المرأة هنا سيتزوج من امرأة من امرأة بس هتقع الفرقة ما بينه ما بينها وهيتم الطلاق فنحذر بردك من هذه الرؤية بالنسبة للرجل والمرأة انه هو لو شاف على رأسه اكليل من الورد يعني حطت مجموعة من الورد يا اما لو رجل ومرأة متزوجين هيتم الفراق ما بينهم بالطلاق او البنت العزباء والشاب الاعزب بردك لو واحد فيهم ايا كان للبنت العزباء او للشاب الاعزب او احطت مجموعة من الورود على رأسه او اكليل على رأسه او رأسها ده دليل لو هي مخطوبة هتسيب خطبها مش هتكمل معاه وهو بردك مش هيكمل مع خطبته ناخد بردك من الرؤية دي لان الرؤية دي هنا بردك يعني غير محمودة بس بيبقى فيه تحذير لينا من الارتباط اللي بيننا وبين الانسان اللي هيتم بيه الارتباط طيب لو انا شفت ان انا عندي شجرة من الورد جميلة جدا بس الشجرة دي اتقطعتها او اتقطعت كان عندي شجرة من الورد بس الشجرة دي اتقطعت ده دليل على الهم والاحزن اللي هتجى للرؤي في الفترة القادمة لي في رؤيته في المنين لو شاف ان هو بيقطع شجرة الورد ده دليل على الهم والاحزن والله اعلم طب لو انا بقى شفت ان انا بقطف او بقطف ورد من على الشجرة ده بيدلن على ايه لو انا شفت نفس ان انا بقطف وبقطف ورد كده من الشجرة كده وبخد وبشمها يبقى احنا اقولنا هنا ان رؤية قطف الورد من شجرة ده بيدل على الفرح والسرور للرؤي يبقى هنا بيدل على الفرح والسرور للرؤي بالنسبة للبنت العزباء لو شافت ان هي بتقطف او بتقطف ورد من على شجرة ده دليل على ان هي ان شاء الله باذن الله هيكون فيه بينها وبين خطبها سرور او بينها وبين حبيبها سرور او بينها وبين زوجها سرور بأمر الله تعالى وفرح بأمر الله تعالى هيخش عليها فرح وسرور بأمر الله تعالى بالنسبة للرؤ للرجل وللمرأة طيب عايزين نعرف الوان الورد في المنام يعني رؤية الورد في المنام بتدل على ايه رؤية الورد في المنام الالوان الورد في المنام بتدل على ايه الالوان عندنا مثلا اللون الاخضر اللون الاخضر ده مستحب جدا لنا والاقاربنا ليك لو شفت احد بيهدك ورد خضراء او اي حد بيهدك مجموعة ورد من الخضراء من الورد الاخضر ده دليل على ان الانسان اللي بيقدم لي الورد الاخضر ده شخص عزيز علي وهيقدم لي وهيجي من ناحية هذا الشخص فرح وسرور وهداية من الله سبحانه وتعالى فاللون الاخضر في الورد ده لون جميل ومستحب وحلو جدا بعمر الله تعالى طيب بالنسبة للون الاحمر اللون الاحمر ده ليه كذا رؤية يعني كذا تفسير ليه للون الاحمر بيبقى ليه كذا تفسير اول حاجة اللون الاحمر ممكن بيدل على انه هو الحب والرومانسية والكلام العاطف الجميل والحلو بين الزوج والزوجة او الحبيب والحبيبة او بردك اللون الاحمر ممكن يدل على ان الانسان تفسير اخر لرؤية اللون الاحمر ممكن يدل على ان الانسان ده هيحصل على منصب كبير ممكن الرأي هنا لو رجل او امرأة بردك يعني هنا للرجل ولا المرأة ممكن يحصل على منصب كبير او يدل على الحب والرومانسية بينه بين الانسان اللي بيحبه وبردك بيدل بردك هنا ممكن في التوقيت اللي هو بيحلم به انه ممكن يكون بيدل على فترة بين الزوج والزوجة بيحصل غيرة وغضب من الزوج او الزوجة لو شاف انه هو ماسك وردة ولونها احمر ممكن يكون فيه غيرة في الفترة دي وغضب ما بين الزوج او الزوجة بسبب موضوع الغيرة ده بالنسبة للون الاحمر طب بالنسبة للون الوردي على ما يدل بيدل على ايه رؤية اللون الوردي الجميل ده ده بيدل بردك على الحب والغزل والكلام الجميل بين الزوج والزوجة في الفترة اللي هم في الفترة الرؤية الرؤية في فترة الرؤية هنا فيه حب وكلام ومحبة وغزل بينهم وبين بعضهم وكلام هيبقى جميل جدا في الفترة دي الزوجة هيكون فيه بينهم وبين بعض مواد ده وحب كبير جدا وهتبقى العلاقة الزوجية هنا علاقة قوية جدا بعمر الله تعالى طيب بالنسبة للون الارجواني اللون الارجواني هنا بيدل على ايه بيدل على ان الرأي هنا بيشوف نفسه بيحصل على نجاح كبير بيحصل له حصول على نجاح كبير في حياته يعني ربنا هيكرمه بحاجة كويسة جدا جدا في عمله في رزقه في اولاده هيحصل على نجاح كبير جدا جدا في حياته بأمر الله تعالى بالنسبة للرأي طيب اللون الاصفر بيدل على ايه اللون الاصفر اللون الاصفر هنا بيدل على الفرح والبهجة بالنسبة للرأي يعني بالنسبة للرأي برضك للمرأة وللرجل لو شاف او شاهد نفسه انه هو معاه او استشعر وشاف في الحلم انه هو معاه ورد اصفر ده دليل على الفرح والبهجة بأمر الله تعالى طيب او فيه تفسير تاني فيه تفسير تاني برضك بالنسبة للرؤية اللون الاصفر ده بيدل على امرأة بتعمل في التجارة وبتقضي حوائج الناس يعني برضك هنا اللون الاصفر ليه معنى تاني خالص انه ممكن تكون فيه امرأة بتحمل التجارة بتعمل بتعمل بالتجارة ولما الناس حد بيكون عايز منها حاجة بتقضي حوائج الناس لانها هي حاسة بهم ده بالنسبة للون الاصفر اما بالنسبة للون الابيض طبعا اللون الابيض ده يعني كده من مدلوله كده انه هو يبقى نصطبشر بخير لانه بيدل على اللون الابيض بيدل على المال بيدل على الاولاد بيدل على العز والجاه بالنسبة للرأي لو شايف نفسه ان هو معاه ماسك ورد لونه ابيض ده دليل على الجاه والمال الاولاد رز ربنا هيجبهوله خير ربنا هيبعتهوله ده بالنسبة لرؤية اللون الابيض في المنام بيدل على العز والجاه والمال الاولاد الرز ربنا ان شاء الله باذن الله يرزقنا هذه الرؤية يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين اما بالنسبة للون الاسود او الورد الاسود هنا دي الرؤية طبعا غير محمودة بتبقى يعني الرؤية هنا بتدل او بترمز الى الهموم والاكتئاب المشاكل يعني لما نشوف مثلا الرؤية دي علينا بالدعاء لله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء يزيل عننا الهموم والاحزان المشاكل يا ربنا يا رب يوفقنا جميعا لما ربنا يحبه ويرضع عن نبيه بأمر الله تعالى طبعا رؤية الورد هنا كانت من الرؤى الجميلة طبعا معادة هي رؤية الورد الاسود هو اللي كان بيرمز للهموم والاكتئاب ممكن يدل على الاكتئاب للشخص ذات نفسه ممكن يدل على الهموم ممكن يدل على الاحزان ده بالنسبة لرؤية الورد الاسود في المنين طبعا رؤية الورد بشكل عام ده دليل على الاخلاص الحب الوفاء التعاطف العلاقة الطيبة بين الزوج والزوجة ده بأمر الله تعالى كل الرؤى للورد طبعا جميلة الحاجات اللي أنا قلت عليها ونوهت عليها بشكركم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا